مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم عملت لكم وصفة حاجة جدا روعاء اللي اسمه كبسة الهبة الكل يعرفة اول بعض نقول جدا لذيدة واني احبها كتير البعض يخليها كتير طرية الرز يعني يكون في بصوص بس اني ما حباش اخلي رز طري لكنه ميكونش كده في صوص تمام وانتم زي ما تحبوا مع صلطة الكوشمبر والصلطة الحارة او نحنا نسميها السحاوك والبعض سميه الدقوس تمام اقول لكم على سير اني اول ما كملت طبخة لازم اضوق من القدر او من الدست اكتبولي مين يحب يضوق من الدست او من القدر اكتبولي في التعليقات وهنا في قدر الضغط اضيف هنا عندي سمنة القمرية استخدمت كده حق ملعقتين ضفت عليها بصل مفروم ناعم بمحضرة الطعام او المفرمة عندي شوية بصل فلفل رومي وثوم وكمان ممكن فلفل اخضر وكزبرة زي ما تحبوا اني ما ضفتش خلاص هذه بس تخدمها على دفعات بتشوفوا كيف هنا بعد من البصل كده اتكرمال او وصل للون الاشقر اضفت من الخلطة اللي عملته تعطي تيست وطعم رهيب صدقوني قربوها اضفت كمان مع البصل والان عندي الدقاج اني طبعا اقلت لكم الدقاج اعمله براين والبراين موجود او المحلول الملحي اللي يخلي الدقاج طري وبعد زنخة حقوة او الريحة تمام يسحب كل الروايح خلاص اضفت الدقاج وبدأ اعلي النار وبدأ اشوح الدقاج اهم حاجة انكم تشوحوا الدقاج شوفوا التشويح مهم والان نضيف البهارات عندي بهارة السبع وموجودة طريقته اضفت منعقة صغيرة مليانة من بهارات السبع والان شوية من الكوركم بس عشان كسرت اللون وهنا عندي صلصة طماطم تقريبا كده ملعقة كبيرة وخليه كمان تتشوح تمام تمام لازم يتشوح صلصة الطماطم لازم تتشوح على الزيت والنار عشان تعطيه طعم حلو وهنا كمان اضفت من الخلطة اللي عملناها اللي هي البصل والفلفل الرومي والثوم وممكن قطكم كزبرة وفلفل حار اضيفه على دفعات تمام والان بضيف بهارات صحيحة قرفة قروم فولهيل كزبرة حب كمون حب اللي عندكم بعد كده اضفت المكون الاساسي وهي الصويا سوس تقريبا اضفت كده ملعقة ونص كبيرة او قلو ملعقتين كبار حق الاكل وقلبة كده قلبتين يعني خليت تتشوح بعد كده اضيف عصير طماطم اضفت كوب من عصير الطماطم انتم عارفين اني اطحان الطماطم وحطوه في اكيس وفرزنه وقت ما احب استخدمه او وقت الحاجة ما شاء الله الصويا سوس تعطيه لون حلو في الدقاق وكمان في الرز انتم بتشوفو بعد كده اضفت الملح طبعا الملح حسب الكمية وكمان اللومي اللومي قبل ما اضفو خرموه لازم يتخرم شوية والان بضيف لتر تقريبا من الماء المغلي او شوية اكتر زيادة وخلص بعد كده بضيف ايش عندي في الفر رومي كده قطاع كان باقية بضيف تشتوه ضيفو قزار ضيفو تشتوه ضيفو كوسة ضيفو زي ما تحبوه وبضيف كمان ملعقة من الخلطة او باقي كمية الخلطة هذا اخر شي اضيفو اللي قلتكم اخر حاجة اللي من هي التوم وكده اللي خلطناها خلص واضغطوه على حسب حكم الدقاق اللي عندكم اني الدقاق اخذت مني 25 دقيقة من 20 دقيقة الى 25 دقيقة خلص على نار هذا اول مصمع الصفارة اوطي النار تمام والان تعالوا عندي رز هنا مغسور وبعدين نقعته ماء حار وخل وهنا تعالوا نعمل صلاطة الكوشمبر عندي بصل بضيف له شريح من بصل بضيف له ملح وكده ملعقتين كبيرة من الخل وشوية من البسباس العدني او الفلفل العدني وخلطوه كده مضبوط مع بعض طبعا صلاطة الكوشمبر هي مشهورة في عدن وحضراموت وكل واحد بيعمله بطريقة تمام واني الان اضفت شريح من الطماطم انتم تقدروا تصراحة تضوفوا اللي تحبوا كمان واضفت شوية من الكزبرة ممكن تضوفوا فلفل اخضر عروق فلفل اخضر تفرموا واضفوا هذه هي صلاطة الكوشمبر بس اني ما شاء الله عندي خير وبركة عندي خس في التلاجة فاضفته فاضفت علي خس مرات عندي خيار اضيف الان ما شاء الله الدقاج ما شاء الله انضغط خلاص استوى طبعا لا تخلوش الدقاجة خلاص يعني توصلوها لما تفتحوا القدر قدر كل مفككة لا لازم تعرفوا الدقاج كل حجم ياخد وقت في الضغط تمام الان طلعت الدقاجة ولازم بحمرها بالفرن بعضهم يحبوها كده يعني ميحبوش تتحمر عشان تحمروها اخدوا من نفس المرقة هذا السر اللي يخلي الدقاج تحميره حلو وطعمه حلو من نفس المرقة ايش بضيف له بضيف له دبس رمان اني اضفت له الان كده شوية من دبس الرمان ما عندكم اش دبس الرمان صلصة اعملوا صلصة طماطم صبغة اللون احمر صبغة البرتقالية حق الزربيان وبدأوا يعني امسحوا الدقاجة فيها تمام وشوفوا كيف التحمير بعضهم يضفوا لي زيت بس اني عندي الكشناء اللي اخدته مذهنة ما ضفت له زيت يا سلام وشوفوا كيف التحمير ممكن كمان بدل دبس الرمان تضفوا شوية من الصوية صوص وخلاص حمروها بس بالفرن من فوق الان في المرقة حق الدقاج اللي عملنا فيها ضيف الرز طبعا الروز خليته عشرين دقيقة ينتقع بماء مغلي وخل زي ما رويتكم خلوه على نار عالية شوفوا اني ما اضغطش الرز تقدروا تضغطوه عشر دقائق حطت هنا في الفل شجرة وحمره وعدلت الملح تمام وخليته على نار عالية اول ما بداي ينشف من غير ما اغطيه وكده حباته تتفتح وبدأ ينشف كده بحاول اني تمام اوزع الماء تباع الكشناء والصوص وبدأ احط له ورق زبدة مبلول بماء او ممكن قصدير واغطي عليه من غير ما اضغطوه بس انتم اذا بتضغطوه عشر دقائق حطت تحته حديدة وحططوه على نار هذا المدة خمسة عشر دقيقة تقريبا خمسة عشر دقيقة اخد مني لانه استخدمت اني كوبيروز وبس والله بعد كده خلوه خمس دقائق بعد ان افتحوه عليه لكن اذا بتضغطوه خلوه عشر دقائق على نار عالية اول ما تسمعوا الصفارة بدأوا احسبوه لعشر دقائق فقط عشر دقائق اذا بتضغطوه واني خمسة عشر دقيقة من غير ضغط وخلاص كده قلبوه شوفوا ما شاء الله الرز طبعا الرز هادي تكون طرية وبعضهم يخلوه اكتر كده يخلوه زي المعصود بس اني ما حبوهش نحنا ما نحبش نحب الرز يعني حباب حباب نتري هذا الرز طري لكنه حباب حباب والرز طرية يعني ومكاني طبعا المصدقية لازم احرق يدي ودهو ده محرقة شدي ما نروتكم شو الرز تمام صراحة لدي تقربوها من قلد الكبسات اللي بتعملوها صراحة مختلفة عن الكبسات يسموها كبسة الهبة ومارات اللي يروحوا بر ويروحوا يعني ايام الان الشتاء كتير يعملوها هادي الكبسة وصدقونه ممكن ان تشوفوا الخطوات الخطوات كده يعني صعبة او اني كتير بس هي مش كتير هي بسرعة ومشا الله شوفوا كيف تحمير الدقاج بس مع التصوير يطول الوصف لكن هي جدا سهلة وتعالوا الان نقرب الاكل او نقرب الغداء شوفوا كيف طبعا بقلوكم حاجة لون الرز مش بني هو بني مثلا مايل للأحمر فهمتوا مش لونه بني زي الصيادية او يعني زي الرز البني او الرز الأحمر الكبسة لا بين البني والأحمر اللون يحلو يكون فمش عارفة اذا هو باين لكم اللون او مش باين وبس والله ما شاء الله دقاجة دايبة كده وتاخدوا قطعة من الدقاج ومن الصلطة الحراء والصحاوق وعلى عصرة الليمون وصلطة الكوشمبر وتقولوا بسم الله وتضربوا بالخمس بالعافية ليو لكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك و كومنتس حلو منكم ايوا صحوا ما تنسوش تنشروا الفيديو بالحافة كامل او بالحارة كامل عشان تنتشر القناة تمام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة